الزنا لا يثبت عندنا إلا برؤية العين دي أول حالة وإلا بما لا يدع مجالا للشك فيه لدرجة أن العلماء أو الفقهاء يقولوا إنهم ملسقين بحيث لا تمر بينهما شعرة ولا ورقة فلو أمررت شعرة أو ورقة بطل الزنا يعني فرد دخلنا لقينا الاتنين عراية عم الشيخ عراية وقعدين عراية وعسرين وما فيه شيء ما عندهمش زنا هو مقدمة من مقدمات الزنا ريبة شك قول اللي انت عايزه إنما أنا بكلمك على حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى متى يقام الحد مهمة جدا علشان الإسلام مش مهمته يجلد ظهور الناس ولا يقطع عيد الناس إنما أن يحفظ البيوت ويسطر البيوت طب الرجل في الحالة دي هو خلاص هو مش عايز يروح يرفع قضية ولا يروح للقاضي إنما هو عايز يتصرف صلي على الحبيب صلي على السلام سيدنا هلال بن أمية راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني رأيت وسمعت فسيدنا النبي أعرض عنه أول مرة وقال له إيه إما أربعة يشهدون لك أو حد في ظهرك فعادل كلام تاني فسيدنا النبي عادل كلام تاني إما أربعة يشهدون لك أو حد في ظهرك فسيدنا هلال رجل عربي والعربي كان زي ما بيحنا بنقول كده عصب الشمائي فقال له رسول الله فين العقل اللي في الدنيا اللي يقول إن أنا النهاردة ألاقي واحد مع أمراتي فقال له استنى والنبي هاجب لك كبات ما يساعد حد ما روح هاجب أربعة تمام فعلشان كده نزلت آيات اللحان في صورة النور آيات إيه اللحان في صورة النور إيه آيات اللحان خلي بالك سيدنا هلال قال لي سيدنا النبي كده عشان تعرف قدرك عند ربنا وتعرف مكانتك عند ربنا والله إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات بتاعة صورة النور اسمعيها كده واسمعي مع المشاهدين ربنا بيقول إيه وتمعنوا في الكلام كويس قوي قبل ما فصلوا ربنا بيقول إيه والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم صليت على الحبيب هو ده الحل الحل ربنا قال تعالى وبعدين نقول لهم إن في حد من حدود ربنا اتحطل كنت يا متزوجين بس حد وحل أنت يا زوج هتقسم أربع أيمان بالله أنك صادق فيما رميت به زوجتك هيحلف والله العظيم أقول لهم أربع مرات والناس بقى أخلي بالك العلماء تفننوا في هذا اليمين ففيه ناس تقول لهم أقول أكسم بالله العظيم وفيه ناس تحط تحط يده على كتاب ربنا وقول أكسم بالله العظيم وبكتاب الله كلمة كلمة حرفا حرف آية آية وأبرأ من حول الله وقوتي إلى حولي وقوتي كلام كده صعب شوي المهم والخامسة اليمين الخامس إن لعنة ربنا عليه لو الست دي بريئة هو كده بيحلف كده ما هو ده يمين غموس ده 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 مش يمين غموس ده لو إنه وقلنا بقى يعني ده جبنا الأيمان كلها حطناها في اليمين ده كرسة وبعدين فسيدنا هلال أول ما سمع الكلام ده جيه وأقسم الإيه الأربع أيمان وأمتبعهم بالخامس باقي يا دورها فديج الست تحلف هي كمان أي نعم طبعها تحلف ما هو تحلف هي القصة مش تحلف هي القصة مش تحلف ما أنا هقول لكم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جبال وقامت قسم الأربعة أيمان إنه أكدب وجمه الخامسة قالوا له خلي بالك إنها موجبة يعني اليمين دوت هيستوجب لعنة ربنا وغضبه عليك فتلك لأت ورجعت وبعدين وقفت كده قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم لأ خلاص وقامت مكملة وحلفة هنا الإسلام بيقولوا إيه بقى بيقول إن المتلاعنان دوني يتم التفريق بينهما طيب خلاص سهل اتطلقنا لا القضية مش هنا القضية إن انتوا قضيتكم أجلت من الدنيا إلى الآخرة ومن حكم الناس إلى حكم الله وإن ربنا سبحانه وتعالى يومي الإيامة بعد ما يقضي في الدماء يقضي في اللعان فلو أنت خايف النهاردة أو أنت خايفة من الفضيحة النهاردة المستورة مهما كانت والناس ستنسى مهما طال بهم الزمن في التذكرة يومي الإيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد هتعمل إيه ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى بعد ما حلفت قال أبصروها بصوا عليها للولد اللي هتجيبه فإن جاءت به أكحل العينين سابغا لإليتين خد لجس ساقين فهو لشريك ابن سمحاء اللي هو خانت معاه وإن جاءت به غير ذلك فبالفعل جاءت به بتلك الأنصف سيدنا النبي قال إيه بقى خدوا بالكم علشان كده إحنا حتى لو نبي ليه حد وليه حدود قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن